موسيقى مشاهدين اهلا بحضراتكم انطلقت اليوم فعليات الموسم الثاني من كابيتان ومصر لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم واللي بتنفذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية في محافظة المنوفية بدأت فعليات البرنامج الاختبار الموهوبين في كرة القدم من محافظات الدنتة على مدار يومين على ملاعب نادي الجمهورية بمدنينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية صرح دكتور محمود سعد المدير الفني لكابيتان ومصر ان الاعداد المشاركة تقارب 4000 شخص حتى الان وعد محافظة المنوفية من اكبر المحافظات مشاركة تليها محافظات سهاج والمينيا والبحيرة اشار محمود سعد ايضا الى ان مشروع كابيتان ومصر الهدف منه هو البحث عن الموهوبين في كرة القدم في شتى محافظات الجمهورية من اجل الارتقاء والنهود بكرة القدم المصرية من جانبه اكد دكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية في تصريحات خاصة اليوم السابع انه تم التنصيق الكامل مع الجهات المعنية والمسؤولة بالمحافظة بمختلف تخصصاتها كل فيما يقصه تم عقد اجتماع تنصيقي لتأمين المشاركين والمنظمين لاخراج الخدس في ابها صورة بتوجيهات من محافظة المنوفية اشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات انتقاء الموهوبين اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابتان مصر رئاسة دكتور محمود سعد والكابتن محسن عبد المسيح والكابتن احمد الكاس والكابتن طارق السيد فريق عمل كابتان مصر من وزارة الشباب والرياضة بالاضافة الى لفيف من المدربين وقدامى اللعبين بيأتي هذا البرنامج في اطار جهود وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات العالمية لتطوير كرة القدم في مصر وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذه الرياضة الشعبية وتحفزهم على العمل الجاد والمتابرة لتحقيق طموحاتهم في هذا المجال يشارك فيه عدد كبير من الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء محافظات المنوفية وأيضا محافظات الدلتة اليوم سيتم اختبار قدرات الموهوبين ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات المدربين محترفين دوي خبرة عالية بهدف تحسين أداءهم وتطوير مهاراتهم الكروية من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة دعم الوزارة لمثل هذه الفعاليات اللي بترتقي وترقى بمستوى الرياضة المصرية وتبدع في اكتشاف الموهوبين على مستوى الجمهورية لإبراز أفضل الغناص الرياضية في لعبة كرة القدم وتقدمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية مما يحقق التميز في انتقاء الأفضل منهم لدعم المنتخبات المصرية بأقوى العناصر من الشباب المتميز اللي بيثري الرياضة بتحقيق أفضل نتائج على المستوى القاري والعالم في لعبة كرة القدم دي كانت كل تفاصيل المتعلقة بانطلاق فعاليات الموسم الثاني من كابتان ومصر لإكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم واللي بتنفسه زي مقالنا لحضراتكم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة لخدمات العالمية دوما في المزيد وإلى اللقاء